موسيقى أول حاجة لأنه هو ما قراش مرحلة ثالثة وما يعرفش ما معنى دكتوراه وما يعرفش قداش يقرأ بعد المتريزم تاوذك كله هو ما يعرفوش لأنه عايش بك الدكتوراه الفخرية وغيره قبل ما نواصل في حديثي أول حاجة سعى رسالة نوجهه له أنه هو يتعلم كيفاش يخاطب النخبة ومبعد يحكي هذه أول حاجة الثاني حاجة اللي هو ما في بالوش أن الدكات الذين راي الدولة في حد ذاتها سارف عليهم ويعتبروا نخبة البلاد ما هوش كيف وهو اللي يحطهم وزراء سيد سادل هذا أول تصريح الثاني تصريح الدكاتر اللي يحكوا عليهم هذو كل لدينا متاع تونس يحبوهم يعني نقول الكلام كما كاك صنايع مانيش فيهم شو يقصد بها صنايع صناعة وصنايع مانيش دير يشو يقصد بها أول حاجة الثاني حاجة نقول له رأوا الكلام اللي تقول فيه أنت راه هو في حد ذاته عنده تأثير على الانقطاع المبكر دراسة وقت ما يسمع مسؤولي كبير يقول لكلام كما كاك يقول لك أنا لو قرائش نعمل بها نمشي ندبر صناعة أخير وأيضا راه هو يشجع على كالناس اللي تمشي حراقة واللي يكلم البحر وإلا يمشوا يعيشوا الظل البرة هذي كل ما قرر لها ش حسابها مقراش حساب أيضا الناس اللي يحكوا عليها دكاتر اللي يحكي عليها رأي عمرها 25 سنة معديته قرائها مش هو كيفو 25 سنة معديها كانت نوفيق ويقول كلامه يتراجع يحكي عكسه هذي بالحق الضيحة أكثر حاجة تغيذ رئيس مجلس نواب لو قالها رئيس حزب ولا ينعديه له أما رئيس مجلس نواب ورسالة نحب نوجهها لك العاطينين العمال اللي عندهم عشر سنوات ونقول لهم رأي رسالة تقريبين نور مال مو تقطط فهر رسالة دي متعراش تغنوشي إذا كان دكاتر يحكي عليهم كما كيك ويقول لهم مدبروا الصناعة ما لأك مساكين الباك بليس كاتر شنو يعملوا الحصيل ومهازل وهذه هي نتيجة يعني اللي نخلو عبادة جي أصحاب قرار ومستويتهم يعني بحقالها كرب يعني مستويلة مساعد سدل وطبيعي جدا أنه بشوفوا خطابات من النوع هذا شي مؤسف وحقيقة يعني بس متعار أنه تقولوا نحن نخبة متاع تونس دكاترا والله كنجوه عبادة دخلين عادي أما دكاترا وهو سيادة وعامل وزراكم ما قلت لك ما عندهمش حتى مستوى مستويتهم الوحيدة هو ثقافة القطية تعلموا صنع إذا كانوا هم الأولانين المتعلمين الصنع أنا أقولي شكو اللي بش يعلمهم الصنع الناس قرأت على رواحها وناس وصلت على رواحها يلوجوا من الدولة بش يتشوفوا لهم أمور يقولوا برا تعلم صنع شبيه هو أبرانتي خرج من المكتب بتاع التكوين المهني الرجل قرأه على روح فما ناس اللي في البرلمان متاعه هو الناس ما قرأتش وما عملتش وما مشاش قالوا أحد على خاطر هذوك ومجمعتوا في البرلمان اللي قاريين تويكا ذوما تلا استجارات الطبيعة ذوما قاريين أكثر من الشتر اللي عنده تويكا في البرلمان غديك ويقولوا لهم برا وقرام هذا اللي خمم غدويكا على الشباب متاع تويكا ايه حتى ايه قلوا ان شاء الله ربي يبقي علينا وعليك السطر الغنوشي قلوا رأيك والجنوب ونهاريخ رأوا فما ربي على خاطر كما أولادك كما أولاد الواحد خمم على روحك اللي أنت حامي والحامي رأوا بالكلمة متاعه وقت كانت فما لحوان مياه سندية قلوا فهمني وعليه كانوا يضربوا على أولاد الصغار وعلى أولاد بلادهم وعلى واحد وقت يخرجوا من الحامة خلاوا التاريخ متاحهم قلوا وانت تجي للطبيب تجي للطبيب وتقولوا كذا وكذا يا بنتي قلوا وراه واحترم روحك بش نهار آخر يقعدوا يجبوا عليك اللي أنت جنوبي جنوبي رأيك والد الحامة بش الناس كلها تتكلم عليك قلوا مثل جلولي فارس في تمكو ومثل في ابني والله الدغباجي ومثل الأسود ومثل الناس كل قلوا خلاوا تاريخهم ماذاكم في تونس كما أنت تجي للطبيب قاري على روحه تقولوا بضع في ابني والله أول حاجة أنا بش نقولها راشد الغنوشي ما يساعدوش أنه الدكات الرضومة بشي ولا التعليم بشي دخلو يخدموا في الدولة على خطر عنده ناس وهو يزم يبجلهم إنسان ما عاشش في تونس مثل مني نات من اللي هيجلوا البلاد بشي عاش في بريطانيا معايش بريطانيا بكتاب جيل تونس في الثورة أول الناس بجلهم هما للناس اللي يشدوا الحبس في الثمانينات في الحب تابعينوا كلهم حطهم في المناصب متاحهم وعطاهم صالير اللي يمشوا الصالير متاحهم وناس ما قراتش من فيين في الحبس عشرين وثلاثة وعشرين سنان وعطاهم التعويذات كاملة وخليهم ناس يخدموا ما يعرفوش يقراه اسم عبد ما يعرفوش يكتبوه وراشد الغنوشي هذا هو اللي كان اسبب في الكيرثة تعالي بلايات في الاقتصاد في كل شي خرب تونس درنيرمو نهارت اللي يجيو وعملوا نهارت صبت جيو لهنا جيبهم نهارت الجمعة اسمعني بونوا بخمسين دينار من عند عزيزة خمساليف خمساليف فرنك ريشارج عشرين دينار أرجونت بوش كاسكروتوا ودبوا زمان بش يخرج يقولوا البرلمان ما يتحلش عليه وباكوا شكوتو وباكوا شكوتو هذوما خاينين الدولة الناس اللي جيووا لتونس نهارت صبت وعيتو شريو دربوا تونس بالفلوس وعيتو هما اللي خرجوا قالوا خبزوا ما وبين علي ليه جينا واحد نهار اليوم خبزوا الماء ما خلطناش عليه جيو بسيد راجل غنوش يقولوا كي انت متعلم التفلسف في الاديان علش محليتش كتاب وربيت أولاد بدل من التلعثم السياسي دكاترة هذوما هما العمود الفقري هما المادة الشخمة هما الزبدة متع ستين سناء من كفاح الشعب التونسي من أجل الخروج من ظلمات الجهل والفقر والمهانة والتبعية والمذلة وغيرها هذوما هما عمدة تونس بنصف قرن الجيين هما اللي بيشي ربوا جيال وهما اللي بيشي خطوا وهما اللي بيشي نظروا وهما اللي بيشي يعطيوا للتوانسة استقلالهم الحقيقي وبيشي يعطيهم الانخراط في مجال العولمة الحقيقية والرفع من شأن تونس ومن شأن الأمة ولكن لا رأي لمن لا يتاع كما يقول لإمام علي لأنه الناس اللي ما تكرمش علماها الناس اللي ما ترفعش من شأن دكاترتها أكيد سيتخلفون وأكيد سيندثرون لأنه التواصل الحقيقي هو مع العلم ومن أراد الدنيا كما يقول إمام علي من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما معا فعليه بالعلم وللأسف هذا ما يفتقده نخبتنا يهري ولون نحو التطبيل والتزمير السياسي ولكنهم خوى من أساسيات بناء اقتصاد الدول وعزتها وكرمته قبل كل شي أنت تعطي فيه في عبارة دكتور هشنو الدكتور أنت عوى رجل غنوج رأوا بلغوتنا نحن الأقديمة مدب مدب الصيفة بتاع الدكتور من يجيته هذه حاجة هاي هاي أخي كان جرد وستاذة بتاع تاريخ في قابس ولا وين السقمة وطوه هذه الناس كل تخدم بالدين كأنه هو ربي يوصح على الدين قاله سير غنوشي من فضلك عسلي على الجماعة يمش يخجو على الدين هذه حاجة ثنين كلمة وش منطقي بكل الشيء ويجي الناس متخرجة عند عجلسين بطالة برا تعلم صنعها معناها هذا كلام ما يعبر عليه بالشعبوية وهذا إفلاس النهضة أنا رأى اجتماح وحديثهم دليل على إفلاس متاحهم هم يحبوا على رئيس عنده رغبة في الكرسي تاع رئيسه كيمة المرزوق وكيمة السبسي أعطيني ندخل ما يعرفش يبيعه ويشري وعنبن ومكان عنده نيت سرقة باش يحدي نار في المكتوب ومفلوس شعب وبين مجيز جباته غير على البلات واستاذ معناها بتاع دستور والجامعة تشهد بهذا وانا نشهد كنت نخذ في الجامعة وانا نشهد وقت الى السيد تبيعه تشري في الدفورات وتضرب السوايع زايدة أكثر مشاريتها مرتين هو يخدم سوايعات ويروح قيس صعيد دي جاء ولده عمناه لدوبل وما دخلش وخلاه يعود عامه وعادي جدا معناها إنسان معناها مصر هاو بيساعدهم بش النموية ذي يبيعوا ويجروا معاه طولنا نتصور أنا لكواني عاية قيس صعيد تسميتيه انتي دكتور ما هوش راشد الغنوشي ما قلتش دكتور هو توجه في كلمه لدى كاترا المعطلين عالعمل ما هو راشد الغنوشي له دكتور لتعلم صلعة لعمر وخدم فحيته مع الناس اللي تسمع فيه وعدها عالشعب كل وإنسان ما جي شيء وإنسان معناها ظلامي وشعبوي وكلمة البحيرة إزم الشعب تونسي ما ينسهاش إذا أنتم معناها عندكم خمسين الف بوليس إحنا عندنا مئة الف والنتيجة واضحة ما غير الشعب رهدان ومسلح حاجي يخي سمحني أنت نهار 13 جنف ما خرج الشعب للشارع يعاية بقابن عليه ومن بقى واربعت عشر يسيب فيه بالتالي هذه الناس معناها اللي مصلحته تفرض عليها باش يمشي أنا أعطيك حاجة أخرى تعو أنت تحكيلي على الدكادرة اللي مش هيدا ونخرجوا وقت اللي جاءت الثورة شكو اللي دخلوا الوظيفة العمية وخدموا فيها الجماعة الحبس وهذا نحكيلك من حاجة عاشتها معناها تابعين شكونة ها تابعين شكونة تابعين نه اللي تشد يوزع في مناشير اللي محكم عليها بعام ونص اصبح وظيف في وزارة تعليم العالي هذاي عينة ورقية واخذها والتعويذات ولي مش هيدا وبياتا متعبت عليهم وخدموا وجايين من الريف ويعلم بيهم ربي اللي غنوشي قالوا بره وزيد تعلموا معناها ما يكمل هذاي ما يوصل خمسة سنة وبالتالي المسهولية طوي والناس اللي يتحمل المسهولية قيصاية هما فرغوا هما دستور وعملوه الخطرهم هما فرغوه معناها الجمهوري ما خلاله حتى دور